اهلا وسهلا بكل اللي عم بيتابعونا عبر نور الشباب من نورسات بحلقة جديدة من برنامج سوى من صلي جماعة الحياة بالروح القدس هي موضوع حلقتنا لليوم هالجماعة اللي بتتميز بالتجدد والمواهب العديدة والإيمان بكل تعليم الكنيسة وبكل أسرارة بتقرير صغير رح نشوف النشاطات الأسبوعية اللي بتقوم فيها الجماعة بين صغرتها وزوء مكيل واللي بتضغى عليها أجواء الصلاة بكل فرح وإيمان خلينا نتابع سوا جماعة الحياة بالروح القدس هي جماعة كاتوليكية تجددية ومواهبية بتآمن بكل تعليم الكنيسة وبكل أسرارة تتميز هالجماعة بإصرارة على الصلاة رغم كل شي تتوصل كلمة الرب للعالم كله من خلال لقاءات بتتوزع بين صغرتها وزوء مكيل ترتكز على إقامة التسبيح وتلقي تعليم وتنشئة مسيحية بتساعد كلمؤمن على معرفة ما كانتو بيسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر علمية الإنسي جيم مع يسوع واضحة على وجوهن بالتسبيح عم بيزيدوا قوتن وبصلاتن إيمانن عم يقوى جماعة الحياة بالروح القدس تعتبر أنه التجدد الدائم بتم من خلال التوبة اللي بابة مفتوح لكل إنسان ضعيف وبحاجة أنه ينطلق بالروح القدس موسيقى 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 أهلا فيك يا أختي بش بدي وضح شغلة ما بحب كلمة رئيس بحب كلمة خادم لأنه الرئيس فيها هو الروح القدس والرب فهيدي شي لنا من جموس الجماعة فنحنا خدين بحق للرب بالبداية عرفنا شوي عن الجماعة وعن نشأتها وسبب تسميتها بهالاسم بالذات هي الجماعة تأسس السنة 2011 كنا نحن مجموعة إخوة عم نصالق مع بعضنا البعض وهيك الرب بلاش ينمي هيدا العمل فحبينا أن تكون ضمن هالكنيسة تكون الكنيسة هي عم ترعى هيدا العمل فاطرحنا الفكرة على الأبونا جون مورا هو كان برعاية أهدن صغرتها فكمان أبونا مورا ساعدنا وحكي مع سيدنا المطران جوزيف معوض فجاء الإذن أنه نحن نصلي بكنيسة ماريوسيف وبلش العمل يكبر ويكبر وهلأ صارنا حوالي من 2011 يعني حوالي من السنوات نشكر الله يعني كم شخص تقريباً؟ نحن الأعضاء الفعليين صارنا حوالي 55 شخص كأعضاء فعليين بالصلاة بيجي 80 بيجي 90 حسر بس اللي التزموا بالجامعة 55 لماذا ركزوا على هذا الاسم بالذات؟ لأنه نحن بهذا العالم بيقول إديس فولوس برسالة لأهل غلاطية أسلكوا في الروح ولا تشبعوا شهوة الجسد لأن الروح يشتهي ضد الجسد فدايماً كمسيحيين إذا ما نحن كنا ممتلئين من الروح الكدس ملاح فينا نقدر نسلك بهذا العالم إلا ما نكون عنا هيدا الشي وعم نعيش هيدا الشي فطرحنا أنه بنا نسمي هيدا الجامعة اسم من بعد ما كبري فبلاشنا نصلي كرمي للاسم وهونيكي نهار دعينا أحد الكهني اللي هو أبونا بير روجي كرم ما بعب إذا بتعرفوه لا يعملنا قديس بصغارته فبس خلص القديس قلت له أبونا نحن بصدد نسمي الجامعة بال2014 فشو بتقترح اسم؟ ضغري طلعت من تمه بدون ما يفكر قول الحياة بنروح لقدس فكانت على ذات الفكرة اللي نحن فيه فاخدنا هيدا الاسم ومشينا فيه شو هي الأهداف الأساسية اللي بتركزوا عليها بنشاطاتكم؟ أول هدف هو الهدف التبشير التبشير بيسوع المخلص التاني شي هو صلاة التسبيح لأنه كلنا عنا إيمان وعنا ثقة بهذا الموضوع أنه التسبيح الله بيسكن بوسط التسبيح بيقول بأشعياء الله يسكن بوسط تسبيحات شعبه والتسبيح بيعطي فرح وبيفق قيود وبيحرر أسرة وهذا شيء بالكتاب مؤدد في سفر الأعمال لما كان سيلا وابولوس بالسجن بيقول الكتاب عنه وابلشوا يسبحوا الرب ولما يسبحوا الرب قلت زحزحت أساسات السجن وانفتحت كل الأبواب فهذا التسبيح هو اللي بيحرر هو اللي بيشفي فكرمال هك من ضمن نشاطاتنا غير التبشير هو أنه بلش نخبر عن الرب بتسبيحه نعم في أحد الأهداف ريتا عنكن أنكن بتساعدوا للكهنة صح كيف بيصير هيدا الموضوع؟ في عنا كتير أخوي من كل الرعاية ونحن بنعرف أنه بس تكون الشخص عم بعيش ضمن جماعة مؤمني مصلي أصلا بيبلش يتغير بتغير إلى تلك الصورة لطالب الرب بيصير عيش حياة مقدسة حياة بحسب قلب الله مش بحسب فكر العالم صح فبيروح هيدا الخي على رعيته عم يبلش يعكس هذه الصورة وعم بيصير في لقاءات مع الكهنة وعم بيشوفوا أنه هوا الأشخاص فعلا يتكل عليهم كنسياً فكتير من الأوقات بيطلبوا مننا الأخوي أنه نكون بالرعية ما نقول لهم لا إذا ما حكيته الخوري الرعية نحنا ما لح فينا نكون عم نساعد نعم فبناخد إزد من الكنيسة يعني من الخوري الرعية إذا هو يطلب مننا منروح منساعد مثل ما عم نخدم برعيتنا منخدم ذات الرعية ونحنا هيدا هو الأدف نرجع نشدد إذا بدك ونجدد هالشبيبي بقلب الكنيسة ونسبتهم وهذا ما بنستند فيه إلى تنشئة مسيحية نعم مبنية على تعليم الكنيسة والكتاب المؤدس هيدا اللي بتعتمدوه بنشاطاتكم كمان ايه أكيد وعننا تعليم بهذا الموضوع بيعطينا يا بالأبونا حنى عبود نعم نشكر الله هيدا رابعة سنة بصغارتها وتاني سنة بالزو شو هي الطريقة اللي بتعتمدوها تتساعده كل شخص على معرفة ما كانتوا بالمسيح لأنه هيدا كمان أنتوا بتركزوا عليها وخاصة بزمن العيد قدامهم هالشي أول شي يعني أجمل طريقة بيشوفها الإنسان هي محبة الله وهيدا المحبة اللي نظهروا إياها من خلال دعوتنا لإله أنه الله بيحبك مثل ما أنت وإنت بالمسيح خليقة جديدة ما تتطلع على ضعفك ولا على خطاياك تطلع على دم يسوع المسيح وبزمن الميلاد كلنا بنعرف أنه الرعاة لما نسمعوا البشارة من الملاك في كلمة يقلن إياها كتير حلوة أنا عم أخبرك من خبر كتير مفرح لقد ولد لكم اليوم شو؟ مخلص مخلص وهو المسيح والرب فأنت تتعرف مينك أنت بالمسيح هذا الإله الكليه الكدرة والعظمة أخذ صورة عبد وشابهنا بكل شيء مع هذا الخطيئة من أجل يجذبك إلى ما حبته فهي هاي الطريقة طريقة يسوع أنه نحبه متل ما هو ونقول له الله بيقبلك متل ما أنت بالموقع اللي أنت فيه عندك فرد كلمة يا رب بديك تملك على حياتي وهو بيشتغل ما نحنا اللي بنشتغل فهي هاي الطريقة أنه ما بديها لأدي يعني قدام هم التسبيح كنت عم تحكي عنه أنه عن جد قد ضروري بحياتنا المسيحية أكيد الكنيسة المسبحة هي كنيسة منتصرة لأنه بيقول بأشعياء قول الله شال عنا رداء النوح والحزن وألبسنا رداء جديد هو رداء التسبيح والرداء التسبيح هو يعني اللباس بيلفسه الشخص الكنيسة قوتها بهذا الرداء ونحنا بتشوفه بالإداس اللي بيبلش الإداس بيبلش تسبيح واللي من بينهي الأبونا أو الكوري بينهيه بشكر وتسبيح فلكن التسبيح هو حياة الكنيسة هو مجدها وملؤها إذا بدك لأنه أنت عم تطاع لي صفات الله صفات الله المجيدة صح مثل ما عرفنا أنه بتحاولوا تقدموا مساعدات للعيال المحتاجة أو الفقرة هل بتقوموا بهذا الشي طيلة أيام السنة أم لا مثلا عايد للميلاد بس لايكي إختي نحنا ما بنساعد هذي صراحة بس الفكرة بدي أعطيك هي أهم من هكب كتير هو ربنا اللي بيساعد هيدا المال مال للرب ما خاصنا فيه نحنا مؤتمنين عليه وين بيرشدنا الروح تنعمل عم نعمل عقد ما بنقدر ما قلنا بالفضل فالفضل واحده للرب مظبوط لأنه هيدا مال للرب ما قلنا خاصه فيه نحنا بهذا الموضوع نطرك ربنا هو يساعد نعم نحنا جيين هيدا طابلو زمر متن ما بيقول يسوع برأيك شو هي النقطة الأساسية لاستمرار الجماعة يعني كلنا بنعرف أنه كلا الجماعات الموصلية بتقطع بصعوبات يمكن كيف بتواجهوها تتقدروا تستمروا شو هي نقطة القوة عندكن نحنا إغنين نقطة القوة من وراء الكنيسة الكنيسة عندها أهداف وهي خلاص النفوس صح نعم وتتوصل لهذه الأهداف حتى التروحينية يعني التعليم هذا التعليم بيحقق هيدا الأهداف بيخلي الاستمرارية بظلة مكفية بالجماعات مما بيروح مما بيجي بتظلة ماشي الكنيسة لا لأنه عندها تعليمة فالجماعة عندها ذات الشي في عندها الأهداف اللي حكيتي عنه هالثلاث أهداف ووضعنا روحينية تنقدر حقق هيدا الأهداف وهي الروحينية عم نعيشها كل يوم بيومه وفي تحديات أكيدة لأنه الجسد ضعيف أما الروح فقوي والرب عم نقينا بها المسيرة من ضمن الروحينية والأهداف اللي موجودة فنحنا كأخوة وأخوات بالرب عم نسلك في هيدا الروحينية ونشكر الله ماشي الرب أمامنا ونحنا وراه من ورا الروحينية وأكيدة لحنوصل للهدف لأنه الهدف حقق لنا يا يسوع وختمنا بالروح القدس عطونا الختم والعربون الميراس لألنا بالحياة الأبدية فالهدف نشكر الله اتحقق من زمان نحنا عم نسلك صوب الهدف بالروحينية اللي وضعها الرب بهاي الجماعة اللي هي كلها من الكتاب المؤدس نعم هلأ بشكل عام قدي الجماعات المصلي هي عام الفعال لتقريب المسيحيين من يسوع المسيح هلأ أول جماعة هي الكنيسة نعم والكنيسة عم بتقرب المؤمنين هي بصر الإفخارستية اللي بتم كل نهار بتعملوا الكنيسة على المذابح عم بتشوفي الناس قداش الله حبه نحنا إذا من روح منشوف بس شو عم بيصير بقلب القديس ما منترك الكنيسة بتقول أحد أحد هيك الكتديسات ناسي اسمه كان عم يلنا الأبونا هايديك المرة قول لو بيعرفوا المسيحيين شو عم بيصير بالإفخارستية كان بدنا شرطي مرور على مدخل الكنيسة تينظم الدخول إلى الكنيسة تصوفي هالإله العظيم الإله المبارك يسوع المسيح عم ينكسر كل يوم على مصبح الرب من أجل شو من أجل خلاصي خلاص خلاص كل الإنسان مصبور أكتر من هاك دعوة من الإنسان إنه يجي إلى وليمة الحمل ما بقى في دعوة فنحن من نرجع من شدة ومنذكر أنه في إله اسمه يسوع المسيح حبك يا خي وحبك يا أختي وعم يدعيك كل يوم إلى هايدي الشركة إلى المائدة السماوية للملائكة تشتهي هايدي القعدة عطانا إياها نحن الكئينات الطرابية فالمجد لقيله نحن منضوع هيدا الموضوع ومنثبت هيدا الشيء تثبيت فعلي بقلب الكنيسة لأنه نحن بدون الكنيسة عريانين صح هلا إذا تلتقوا بناس غير مؤمنين وبتعرفوا أنه هني بعاد عن يسوع المسيح بتتركولون الحرية أنه يكفوا بهيدا الطريق أو لا بتجربوا تشدون أكتر صوب الكنيسة لهيك يا أختي وهيدي خبرة روحية بعطيك إياها بكل بساططة يعني ما عنا كلام فلسفي نعم وهاي مثل ما قيل الديس بولس نحن منا جايين نقنع العالم بكلام الفلسفي نحن منيجي منحكي الحقيقة مصبوط يسوع أنا قابلني بكل وصخة وقال لي طعا مثل ما أنت ولأنه جيت لعنده مثل ما أنا صار يعطيني شيء أحلى من الشيء اللي أنا كيمش فيه من هيكسرت أتخلع عن الشيء اللي أنا كان مربطني ونحن ذات الدعوة من ندعيها للشخص طعا بكل اللي أنت فيه شو ما كنت يسوع اللي بيعطي الشيء اللي أجمل ما نحن نعطيه وهيك عمل مع الإبن الضال ما قاله روح حمم حالك من ريحة الخنزير وغير لي تيابك وزبط لي وضعك وبعدين طعا شو عمل قال قام وراجع إلى بيتي أبيه وكان نطره البيوان بنص الطريق وركض علىه كأنه نطره طيزا عشيكي ركض علىه وعبطه عبطه بكل الوسخ اللي هو فيه واللي من عم نحكي على الخنزير مبنى يعني ريحتها مش هينة ووسخة مش هين فعبطوا بكل وصخ وليكو هالمحبة اللي ما بيقدر عقل بشر يدركها ولما نشاف الحنان والرحمة لابن شو صار عرث منه بيو صح فنحنا زيت الشيء وأنا هيكي بشوفها نعم كان فيه كتيب عم نحكي عنه صح إذا فيك تخبرنا عنه شوي هذا الكتيب نحنا عملناه هو تعريف عن الجماعة بيحكي عن نشأتها بيحكي عن أهدافها بيحكي عن بيعرف عنها وفيه الروحينية طبعا وهذا الكتيب طيني للأبونا حنى وشيفه هو الأبونا جامورة لما كان سابعا هو مرشد الجماعة وبيعرف عن كل الجماعة كتيب كتير حل وصغير نحنا عم نوزه لكل حدا بيجي جديد طي يعرف نحنا مين لأنه بتعرفي بهذا الزمن في كتير جماعات كمان متجددي بس ولكن بيكون مينة ضمن الكنيسة نعم فنحنا لأ جامعة كاتوليكية متجددة موارنة مش عم بحكي طائفيا بس ولكن عم بقدر بعطي تعريف فهذا الكتيب بشلطة يكون الإنسان عنده كل الفكرة عننا ونحنا محب كل العلام ما عنا مشكلة مع حدا نشكر الله وعلينا نوصل يسوع بس ولكن ننتمي إلى كنيستنا الكنيسة الكاتوليكية وإذا شيء فخر لأ إلنا فهذا هو الكتيب اللي عملنا نعم بالختم بدي أطلب منك كلمة صغيرة بمونسبة عيد الميلاد المجيد وحلول السنة الجديدة شو الكلمة الأخيرة اللي بتحب بتوجهها لأفراد الجماعة ولكل الناس أنا بحب بوجه لأخوتي بالجماعة بقول لهم من يشبت للمنتهى يخلص وهي دي كلمة الرب فنحنا بمرحلة السبات اللي دي منسبة مع الرب لأنه السبات هو اللي بيعطيه خلاص أما بالنسبة لكل الناس بحب أقول لهم وبوجه لهم هيا دعوة أو شي لا إليكم للكل كمان نعم لا خلاص إلا بيسوع المسيح وانتوا يا أخوتي يا بشر أي ألم عم بتعيشوه أي حزن عم بتعيشوه أي شيء أنتوا فيه لا تفكروا بتقدروا تطلعوا من هايدي الديقات والشدة بدون يسوع المسيح فدعوتي لألكن بقلكن بذمن الميلاد ولد لكم اليوم مخلص وهو المسيح الراب بس هذا المخلص صره ألفين سنة عم نتذكر مولده وعم نتذكر كمان الشفاءات اللي عملها بكلال هالألفين سنة فيلا ما تأخرو أنا بدعيك ندعوة خاصة ومن كان له أذنان سامعتين فليسمع ما يكون له يسوع تعقى إلى يسوع لتخلص أمين أستاذ كرم أنا بدأ أشكر كتير لحضورك معنا وعن جد منتمنى لكم التجدد والاستمرار بالجماعة وتكبروا أكتر وتوصلوا لكل العالم أمين وأنا بدأ أشكر الله عليك وعلى خدم فيك وعلى الله يباركك يا رب والخمير هي اللي بتخمر العجيم ما هيك بيقول يسوع مضبط فالمجد للرب أمين شكراً لكل اللي تابعونا وانطورونا ببرامج جديدة ومتنوعة عبر شاشة نور الشباب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر